الموضوع وعايز اقولك انت جميلة زي ما انت انا بدأت وبعد ما انا اشتغلت على نفسي مش في يوم وليلة كده صحيح تقولت لا 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 انا بعد ما انا بدأت احب نفسي واكتشفت فكرة اقولك حاجة مش انت ساعات ممكن تلبسي فستان النهاردة وتنزلي بي وتاخذي كمبليمتز كتير وتلاقي الناس كلها بتقولك ايه ده شكلك طحفة شكلك حلو قوي وبعدين تلي تلبسيه تاني يوم ما تاخديش نفس الكمبليمتز ممكن تعرف ان ده ليه علاقة بنتي شايفة نفسك ازاي يعني انت ممكن تبي لابسيه النهاردة موضك حلو فشايفة نفسك شكلك حلو قوي يعني حسب حالتك المزاجية بتتفرد على الناس فالناس تشوفك زي ما انت حسى نفسك او زي ما انت عايزة تشوفي نفسك ده كلام تنمية بشرية بس والله اصحابة فعلا مش كلام يعني مش كلام تنمية بشرية وخلاص انا شفته انا حسيته ولما لقيته كده هنا بدأت فكرة انت حبي نفسك حبي نفسك خلي عندك ثقة في نفسك لما هتنزلي الناس هتحبك لان هتحبك لان هتشوفك لما انت تبقي مكتئبة او مش واسقة من نفسك او طول الوقت فاهمة حاس ان شكلك مش حلو لان نفسك منكمشة كل ده بيوصل كل ده بقى انرجيز بقى وحاجات وعلوم بقى تاني مناش تعودية بس يعني بيحصل فانت شوف انت عايزة توصلي رسالة ايه للناس وعمليها طب لما عملت السيشن الاخير ناس كتير تخيالت قاعدة تقول انت عملت عملية وخصيتي ايه العملية اللي انت عملتها يعني هما يعني الناس بتشوف زي ما هي عايزة تشوف على فكرة ما دل انا بقولهولك انا مبدئيا انا اوقات كتيرة بتخن واؤقات كتيرة بخص وسعب بلبس لفس بيخصصني وسعب بلبس لفس بيتخنني لان انا ما بيفرقش معايا بس ما فكرتش خالص تعملي جراحة لا طبعا فكرت وممكن اعمل على الفكر يعني مش عيب هو لي بحيصي دايما بالعكس ده بقى مش رطاهية ده صحة ايوة بس الناس بتحسسك انها قلة ادب لو انت فكرت تعملي حاجة زي كده اه ده عملت تقنيم طبعا انا ما عملت والله في وقتة بقدر لي كده قلت لأ اول ما عملها هقولك بجد يعني حتى على فكرة فيه ممثلين كتير بيعملوا حاجاتهم ما بيقولوش من كتر ما بيحسوا انها عيب ان انت تقولي ان انت عملت طب لما انت فكرت ان انت تعملي جراحة ليه اتا راجعت او ليه لسه ما خدتش الخطوة نستنيعي لا فيه تفاصيل كتير قوي يعني كده كده اصلا اهلي دكترة في الموضية دي مش سهلة قوي يعني مش يلا نروحنا لا ما فيه بنج والبنج فيه ناس بتقوم منه فيه ناس ما بتقومش منه مع اشتر الناس ملاش هلاقة ده انت يعني اه هي فيها ناس بتاعت ربنا طبعا يمكن كمان القصة بتاعت وديع ابن جورج وصوف خلت ناس مثلا ما انا ممت بيلاقيتها بتقولي شوفت زي قلت لها ماشي يا مامي هو يعني كل حاجة بتاعت ربنا ممكن تبقي ماشية في الشارع تموت ممكن تبقي نايمة هي ماما معترضة ان انت بتعملي جراحية عزاك تخسي بالضايب اه اللي هو اصعب حاجة في العالم الاكل حلو يا جماعة الاكل حلو الاكل اتخلع عشان ناكله فيه صورة بمناسبة الاكل وانت انت واضح ان انت طبخة شطرة في البيت ان انت بعد ما اكلتي انت نشرة صورة لولادك وجوزك وما نعموا من الاكل ده عنه صورة ده انا طول الوقت كده انا بعمل انا ااكلي تقيل كمان مش الاكل الخفيف اللايت يعني اي اي اه اه ابرز اهم الاكلات اللي انت يعني يعني اي حاجة ايطالي بسوس الابيض ماكرونة صوس الابيض فراخسوس الابيض لازانيا كل الحاجات الايطالية انا بحب يقولك الاكل المصري بحب طبعا الملوخية والمحشي بس انا ماشي يعني الملوخية ساقصتها سهلا فمش مش مشكلة بس محشي بقى وحمام والكلام ده مش هتلاقيني بعملوك بس أكله أكله طبعا حد يقول لأ للأكل دي نعمة قولك دي أكتر الحلال الوحيدة اللي فيها لزة حاجة كده يعني فيه جملة بتتلبس وشككت ايه بس اللي هو الحلال الحلوة وفيه كلام تاني ان كل حاجة حلوة بتتعبنا صحيا زي الأكل يا حرام فبرضو يعني فده حلال كامل حلال وحلم